ننتقل الآن إلى أساس ميديا كتبت ملاك عقيل بدأ المشهد أمس في قصر بعبدة أقرب إلى صبحية متوترة ألو إلتلو وأخذ ورد في ظل فقدان كامل للكيمياء والثقة بين الرجلين مصادر مطالعة تفيد بوساطة يقوم بها المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم منذ فترة قد تقود إلى اختراقات في المشهد الحكومي المأزوم في ظل شبه تسليم بصعوبة انتخاب رئيس جمهورية في الموعد الدستوري المحدد حتى يوم أمس كانت الدائرة اللصيقة برئيس الجمهورية تجزم اللامجال ولا قدرة لبقاء الرئيس عون في بعبدة بعد 31 تشرين لا يتوقف الأمر على المواطن الدستوري بل إن عون نفسه يرفض بالمطلق هذا الخيار وباسيل يعرف ذلك تماما إذن لا الرغبة موجودة وليس هناك أيضا اختراح بتمتيد الولاية الدستورية كسبيل وحيد للبقاء في سدة الرئاسة الأولى وهو أمر لم يطلبه عون إطلاقا في هذا السياق ثم من اعتبر أن الرسائل البسيرة التهويلية بسحب التكليف أو بقاء عون في القصر في حال عدم انتخاب رئيس تستهدف حزب الله قبل ميقاط نفسه في كواليس عين التيني تقول ميلاك عقيل سمع الرئيس بر يقول بوضوح أمام زائريه أسوأ حكومة هي أفضل من بقاء عون في القصر الجمهوري لذلك أنا أدفع باتجاه التشكيل وليس العكس لأن مع حسابات ميشيل عون لا يمكن أن نضمن أي شيء بما في ذلك احتلاله مجددا لقصر بعبدة ووضع نفسه في موقع المغتصب للسلطة وقد تخوف بر من استخدام ورقة أو من استخدام عون ورقة الميثاقية لتبرير بقائه في القصر الجمهوري في حال عدم انتخاب رئيس وبقاء حكومة تصريف الأعمال قائمة وتسلمها صلاحيات رئيس الجمهورية عبر استغلال بعض الثغر الدستورية إلى نداء الوطن عن مجريات اللقاء نقلت مصادر لنداء الوطن أنه لم يجري الدخول بالأسماء غير أن عون أبدى موافقته المبدئية على استبدال وزيري الاقتصاد والمهجرين شرط أن يسمي هو الوزيرين البديلين باعتبارهما كان محسوبين من ضمن حصته الوزرية أما في حال قبول بتوسعة الحكومة وجعلها ثلاثينية بإضافة ستة وزراء دولة سياسيين يمكن حينها أن يسمح لمقاطي بتسمية البديلين عن أمين سلام وعصام شرف الدين مقابل أن يسمعون ثلاثة وزراء دولة من أصل ستة وأردفت المصادر بمعنى آخر لا مناص من فرض رئيس الجمهورية شرط الحصول على ثلث معطل صاف لرئيس الطيار لا يشاركه فيها أحد في تركيبة حكومة الشغور الرئاسي ليضمن باسيل بذلك التحكم بكل شاردة وواردة على طاولة مجلس الوزراء في السياق نفسها أوضحت المصادر أن حسم مسألة تسمية الوزير الدرزي الذي سيحل مكان وزير المهاجرين تنتظر موقف حاسم من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي فإذا قرر أن يسمي الوزير البديل سيبادر عون في المقابل إلى المطالبة بتسمية وزير مسيحي بدلا من شرف الدين إلى الجمهورية حيث كشفت مصادر متابعة أنه مع التدابير الاحترازية التي اتبعتها مؤسسة كهرباء لبنان من المتوقع أن تطفئ المعامل أو أن تطفئ المعامل اعتبارا من مساء السبت المقبل بدلا من اليوم وأن المؤسسة اعتمدت أخيرا سياسة بلاك آوت بالكامل فكسبت يومين إضافيين قبل حصول العتمة الشاملة كشفت المصادر عن إمكانية استعمال فيول الموجود في معملي الذوق والجي القديمين إلا أن هناك إشكالياتين أولا توقف الشركة المشغلة عن صيانة المعملين منذ شباط وثانيا الإشكالية التي حصلت حول مواصفات آخر شحنة فيول تفاصيل أكثر تتابعونها في نداء الوطن ننتقل في الجمهورية ننتقل ونختم مع الأخبار كتبت ملاك حمود أمريكا تسلم ردها الاتفاق الموقع عائد إلى الحياة قبل منتصف ليلة 15 من أب قليل أرسلت إيران ردها على ما أطلق عليه الاتحاد الأوروبي النص النهائي للاتفاق المقترح من قبله لإعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لم يأتي الجواب الإيراني بنعم كامل بيد أنه كان مشجعا على ما قاله وفي انتظار تقول الأخبار أيضا أن الرد الأمريكي وصل وفي انتظار إماطة اللي ثام عنه يتوقع أن يكون هو الآخر معلقا بين القبول والرفض ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة